التعقيب من واشنطن ضيفي الكاتب الصحفي سعيد عريقت سيد سعيد يعني كيف تقرأ تبادل الاتهامات أو التراشق بين واشنطن ولندن من جهة وروسيا في الطرف المقابل الطرف الآخر بكل تأكيد نقرأ أن هناك عملية استقطاب كامل فهناك المعسكر الغربي الذي يمعن بتوجيه الاتهامات لسوريا ولروسيا اتهامات متعددة كلها تلتف حول استخدام الأسلحة الكيموية دون حقيقة أن يكون لها هناك أدلة مادية كما سمعنا في جلسة البرلمان البريطاني ومن جهة ثانية موقف الروسي الذي طبعا يفند وينفي كل هذه الادعاة ويقول أنهم لم يقوموا بإفساد موقع الضربة فإذا هناك حالة من الاستقطاب وحالة من الابتعاد وحالة من التوتر بين الولايات المتحدة وروسيا لم أشهدها على الإطلاق هي ربما الأسوأ منذ نهاية الحرب العالمية الثانية في تقديري فهذا الوضع لا يشجع على الذهاب قدما إلى حل سياسي كما يقول الجميع ويتشدق الجميع لأنه بكل تأكيد الهجمة الثلاثية هذه نقطة يعني مسألة الحل السياسي سيد سعيد عرقاتي يعني تريزمي في إفاداتي أمام البرلمان منذ قليل قالت العملية السياسية لم تنجح ولم تمنع استخدام السلاح الكيماوي في سوريا مجددا في إشارة إلى نجاح الضربات الثلاثية فلما الحديث أصلا عن أي تسوية سياسية إذا كانت لا تمنع السلاح الكيماوي على سبيل المثال سؤال مهم جدا أنا أعتقد أن هذا يتنافى تماما مع المنطقة التي يطرحه الغرب واشنطن باستمرار تقول أنه ليس هناك حلا عسكريا للأزمة السورية وبالتالي لا بد أن يكون هناك حلا سياسيا وعلى أساس جنيب واحد وإلى آخره السيدة مي هي قطعة الطريق على الحل السياسي أنا لا أعرف ماذا يتحدثون عن كون أن الولايات المتحدة دائما ملتزمة بعملية سياسية وهناك شخصية فذة ستفان ديمستورا يقوم بوضع رتوش هذا الحل السياسي فإذا قالت أنه ليس هناك حلا سياسيا إذن هل هذا معناه أن البريطانيا وأمريكا وفرنسا سيتوجهون بضربات مجددة إلى سوريا طيب هذه نقطة استراتيجية لكن هناك أيضا بعض آخر يا سيد سعيد مسألة دعوة واشنطن وباريس وأيضا لندن لآلية تحقيق مستقل في سوريا هل هذا تشكيك في قدرات بعثة منظمة حضر انتشار السلاح الكيماوي أم ماذا أنا أعتقد أن هذه ما هي إلا مزيد من الحجر لأنه معروف تماما عندما تطرح الولايات المتحدة هذا الطرح فستقوم روسيا بنقدة باستخدام حق الفيتو فإذن هي حقيقة التواء على عملية التفتيش ذاتها من وجهة نظري ومن وجهة نظري الكثير من المحللين في هذه البلد وما فائدة التفتيش بعد الضربات أصلا فائدة التفتيش بعد الضربات حقيقة للتوثيق التاريخي وإلا عزيزي سندخل مرحلة صعبة جدا جدا الدول الكبرى تستطيع أن توجه اتهامات لأي كان وتقول أن الدلة لدينا ولكننا لا نستطيع مشاركتها معكم فإذن هذه حالة خطيرة لابد أن يكون هناك توثيق لابد أن يكون هناك الاستدل للمؤسسات المختصة كي لا يكون هناك حقيقة قانون الغاب تمارسه الدول القوية ضد الدول الأبعاء في عجال الوقت ليست معي رفاهية الوقت ليست معي سيد سعيد مسألة قانون الحرب الذي يتحدث عنه المعارض جيرمي كوربين أمام برلمانت في لندن لإجبار أي حكومة على اتخاذ رأي البرلمانت قبل أي ضربة في أي مكان في أي بلد أو على أي شعب هل سنراه قريبا برأيك بالنسبة لبريطانيا لا أعرف ولكن هنا في واشنطن هناك قانون الحرب والذي يطالب الرئيس الأمريكي بالتوجه إلى القانون قبل أعلان الحرب وهو ينبع من القانون الإنجليزي أنا أعتقد أن هناك القانون الإنجليزي أصلا يفرض ذلك وليس للمملكة المتحدة دستورا ولكن لديها مجموعة من القوانين التي تؤكد مسيرة اتخاذها للقرارات أنا في تقديري أن من الخطر أن تقبل المعارضة بما تقوله الحكومة بالنسبة للأدلة التي تمتلكها شكرا جزيلا ضيفي من واشنطن الكاتب الصحفي سعيد عريقات أشكرك جزيلا على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر